السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي منهك كونكت بلس. النهاردة ان شاء الله اولى حلقات الترم التاني. يلا بينا نشوف محتويات الكتاب. اول حاجة عندي هنا الصفحة الاولى. وبعدين عندي المحتويات. وعها الامتحان وهكزا. لغاية الوحدة اتناشا. تمام? ده عنوان الوحدة السبعة. ده جاي من ده معنى العنوان. where is it from? فعلنتوا في الوحدة هتتكلم عن ايه? اول حاجة الفكاب الخاص بالدرس الاول. هنا بيقول لي read and repeat. اقرأ وكرر. سكول تريب. الرحلة المدرسية. سكول تريب. بعدين ميوزيوم اللي هو المتحف. ميوزيوم. ممتع. ممتع. يبدو رائعا. sounds fun. بعدين كلمة big معناها كبير بصفة. small صغير. wings اجنحة. feathers الريش. big small wings feathers. تعال نعدهم ونديك مساحة تقول وراء. سكول تريب. ميوزيوم. انترستي. انترستي. ساونز فن. سكول تريب. ميوزيوم. انترستي. ساونز فن. بيج. سمول. وينز. فيدرز. بيج. سمول. وينز. فيدرز. هنكمل باقي البوكابلوري. farm. مزرعة. farm. animals. حيوانات. animals. horse. حصان. horse. donkey. الحمار. donkey. cow. sheep. الخروف. وتنفع مفرد. وتنفع جمع. sheep. goat. العنزة او المعزة. goat. fish. السمكة. duck. البطة. معايا. farm. animals. horse. donkey. cow. sheep. goat. fish. duck. بعدين الناحية التانية. eggs. البيض. جمع egg. حطنا لها s. eggs. ال s بتطنطي z في الجمع. meat. اللحمة. chicken. الدجاجة. rabbit. الارنب. products. المنتجات. products. wool. اللي هو الصوف. wool. milk. اللبن. milk. cheese. الجبنة. cheese. sounds fun. لسه اغدينها من شوية هنا. sounds fun. هو مكررها تاني. eggs. بيش. الشاطئ. هي الكلمات كثيرة شوية. go swimming. يذهب للسباحة. go swimming. world. العالم. world. paper. الوراء. paper. plastic. plastic. library. beach. go swimming. world. paper. plastic. get fit. بيكون لائق بدنيا. جسمه سليم. get fit. keep tidy. بيحافظ على الحاجة مترتبع. keep tidy. look after. يعتني بي. look after. environment. البيئة. environment. environment. recycle. يتمرن. وتنفع اسم بمعنى التمرين نفسه. exercise. get fit. keep tidy. look after. كلمات من الورك بوك. كتاب التدريبات. park. المنتزعة والحديقة العامة. market. السوق. restaurant. المطعم. restaurant. have lunch. بيأكل الغداء بتاعة وتناول الغداء. have lunch. sport center. المركز الرياضي. sport center. park. market. restaurant. restaurant. have lunch. sport center. بيك. المنقار. ears. الودان. ears. الوذنين. legs. الارجل. legs. arms. اذرع. دراعاتها. grass. الحشاش. beak. ears. legs. arms. grass. لو عايز نسخة الكتاب ده لو كنتش لسه اشتريته هتلاقيه على المدونة بتاعتي. تمام? هتلاقي فيها هتلاقي فيها نازل عليه الكتاب. تمام? الصفحة اللي بعدها بيقولي او تصريفات الافعال. جايب لك الفعل في المبارع والفعل في الماضي. يزور الماضي منها. يتعلم الماضي منها. ليرند. ليف يعيش ليفد. سايكل يركب الدراجة سايكلد. جو الماضي منها وينت. هنا دي اللي فوق كانت ريجولار فيربس. افعال منتظمة. يعني الفعل بيضيف له اي دي فيتحول للماضي بمنتهى السهولة. فيزد فيزيتد. ليرن ليرند. ليف ليفد. سايكل سايكلد. بعد كده الافعال الشزة. ودي اللي بتغير شكلها تماما من حالة المضارع لحالة الماضي. جو تبقى وينت. ساي سو. جيت. جات. سويم. سوام. فلاي. فلو. جو يذهب. سي يرى. جيت يحصل على. سويم يسبح. فلاي يطير. هتقول معي. هتقول الفعل في المصدر في المضارع. وكمان هتقول معي الفعل في الباست في الماضي. فيزيت. فيزيتد. ليرن. ليرند. ليف. ليف. سايكل. سايكلد. جو. وينت. سي. سو. جيت. جات. سويم. سوام. فلاي. فلو. بعدين هنا بيقول لك يعني قواعد. ريدا ليرن اقرأ وتعلم. قواعد او تعليمات. المحادسة هنا بتتم ما بين هنا وما بين الجران ما او الجران ما در. هنا 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 بتقول we went on a school trip yesterday. احنا رحنا في رحلة مدرسية بالامس. فالجدة بتقول لها did you go to a museum. هل انتي رحتي المتحف؟ قالت لها no we didn't. we went to a farm. احنا رحنا لمزرعة to learn about animals. علشان نتعلم عن الحيوانات. قالت لها that sounds fun. ذلك يبدو ممتعا. اكيد كانت رحلة حلوة. قالت لها yes it was. نعم لقد كانت كذلك. we saw horses. شفنا احصنة. sheep. خرفان. cows. وبقر. and ducks. but. it was very interesting. لقد كانت شيقة جدا. تعال نشرح وبعدين نقرأ الكلام ده مع بعض. we went هنا فعل went معناه ذهب. we went نحن ذهبنا. يبقى went الماضي من go. معناها ان احنا ذهبنا. went هو التصريف التاني وهو past simple. يعني الماضي البسيط. we went on a school trip. دايما الرحلات تاخد حرف guard on. we went on a school trip. احنا رحنا في رحلة مدرسية. امتى yesterday. لما تشوف كلمة yesterday دي معناها بالامس. اعرف على طول ان الفعل لازم يتصرف في الزمن الماضي. ما نفعش هنا اقول we go. نحن نذهب. ليه? لان احنا ذهبنا وخلصنا لان الموضوع كان بالامس yesterday. تمام? هنا لما حبت تسأل الجدة استعملت verb to do في الماضي برضو. يعني فعل do معناه يفعل. لكن هنا استعملت الماضي منه did. ولما بيجي في اول السؤال يبقى معناه هل? did وبعدين بجيب الفعل اللي انا بوجه للسؤال اللي هو you did you go? هنا الفعل لازم يكون في المصدر. طب ليه الفعل في المصدر? علشان سألت did. انا خدت الفعل المساعد صرفته في الماضي يبقى لازم الفعل يجي في المصدر. ما ينفعش اصرف الفعل المساعد في الماضي والفعل الاصلي برضو يجي في الماضي. لا. الفعل المساعد دايما هو اللي بياخد التصريف. did you go هل ذهبتي? to a museum الى مدحف ما? هنا معرفتش المدحف انهي مدحف بالزبط. ليه? هنا جابت اداة نكرة. يبقى اصدها عن اي مدحف موجود في المكان. did you go to a museum? انت رحتي مدحف? قالت لها no. لا. we didn't. لا لم نفعل. انا لما بسأل did وحب انفيها اقول ما عملتش الحاجة دي يبقى هجاوب ب didn't. no we didn't. طب لو كانت راحت كانت قالت ايه? كانت قالت yes we did. نعم فعلنا. لكن مدام نفيت يعني قلت لا ما عملتش كده. يبقى هقول didn't. no we didn't. لا لم نفعل. يعني ما روحناش لمتحف ولا حاجة. we went احنا ذهبنا to الى حرف الجر هنا معناه الى. to a farm الى مزرعة. ليه? to learn لكي نتعلم. about animals عن الحيوانات. يبقى انا هنا كلمة to بتوضح لي بعدها السبب. to learn لكي نتعلم. تمام? ودي هيجي شرحها كمان شوية. to learn about animals. هنا لما عبرت عن اعجابها بالرحلة قالت that sounds fun. يعني الا انا بسمعه كده من كلامك ان الرحلة دي كانت ممتعة وشيقة. that sounds fun. ذلك يبدو رائعا ممتعا. قالت لها yes it was. نعم لقد كانت كذلك. ومن اعجابها الشديد بالرحلة حطت exclamation mark. علامة تعجب. دايما بنحطها مع الشعور القوي. هنا عندها شعور قوي بالفرحة. yes it was. نعم لقد كانت كذلك. was هي الماضي من is. verb to be is معناها يكون. طيب هي كانت الرحلة خلصت. يبقى اجيب الفعل في الماضي. yes it was. نعم لقد كانت كذلك. we saw. لقد رأينا. saw الماضي من فعل see. يرى اللي هو ده. see جبتها في الماضي. اصبحت saw. we saw horses. احنا شفنا احصنة. sheep. خرفان. cows. bear and ducks. دايما يا جماعة لما احب اعدد اكتر من حاجة بقضع كما بين كل حاجة. يعني هنا. horses. sheep. كما. cows. وقبل اخر حاجة اقول and. دايما كده لما تحب تكرر اكتر من حاجة من نفس النوع. هنا كلهم حيوانات يبقى نفس النوع. فقضع كما بين كل كلمة. وفي الاخر اضع and. يعني ما هنفعش اقول horses and sheep and cows. غلط. horses. كما. sheep. كما. cows and ducks. it was very interesting. لقد كانت برضو هو. was في الماضي. it was لقد كانت very interesting. شيقة جدا. خلصنا شرح المحدثة. ويالله فاضل تقول ورايا. ليه؟ لان هنا بيقولك ليه؟ مجمز هنا. ليه؟ لازم توظرنا. نعم امنا خلاص بالشغاه هل تذهب إلى موسيقى؟ لا نحن لم نحن 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 to learn about animals that sounds fun yes it was we saw horses sheep cows and ducks it was very interesting هنا جايب لك بيقول لك إحنا بنروح المزرعة علشان نتفرج على الحيوانات إحنا بنتعلم عن المنتجات الحيوانية الحاجات اللي بينتجها الحيوان نحن نحصل على العديد من الأشياء من الحيوانات زي إيه نحن نحصل على الصوف والحليب من الخرفان نحصل على البيض واللحم من الدجاج نحن نحصل على اللحم والحليب من البقر نحن نحصل على الصوف واللبن واللحم من الماعز يلا نقولها فقط لا غير نحن نحصل على الصوف لنرى المزرعة نحن نعلم عن المزرعة هنا بيقولك إستعمال آدات الاستفهام واجه يوم gotten نحصل على المزرعة واجه يومijn والعمaver واجه يومان بنا لوenas والشاديين بنا نحصل على الصوف و Burni chefe ل Rous чит pendant notre حيوان what a do لكن الفرق بين الاتنين أن يجي بعدها جملة كاملة من فاعل وفعل ومفعول أما يجي بعدها الفعل في المصدر مباشرة يعني إيه؟ الفعل في المصدر أما يجي بعدها جملة تعال نشوف الأمثلة وإحنا نفهم إحنا بنتمرا ليه؟ الإجابة لكي نحافظ على أنفسنا لائقين بدنيا هنا الفعل في المصدر بعد to مباشرة الموضوع هنا قصير جدا ومش محتاج لجملة كاملة to keep fit to ده البروزيشن حرف الجر keep ده البرب في المصدر وبعدين هنا الصفة الادجكتيف fit to keep fit هنا بيقول لي why do we go to the library بنروح المكتبة ليه؟ to read box نفس الكلام حرف الجر الفعل والمفعول to read box why do we tidy up؟ إحنا ليه بنرتب؟ to keep our house tidy علشان نحافظ على منزلنا مترتب why do we recycle paper and plastic؟ ليه بنعيد تدوير الورق والبلاستيك؟ to look after the environment علشان نحافظ على البيئة بتاعتنا لاحظ أن كل الإجابات كانت بتقوه المصدر to keep to read to keep to look after to look after تمام؟ هنا why do we go to school؟ إحنا بنروح المدرسة ليه؟ to learn about the world علشان نتعلم عن العالم بتاعنا why do you exercise؟ أنت بتتمرن ليه؟ رد علي because I want to keep fit فيه فرق كبير هنا في الإجابة لاحظ أن بعد because ما جبتش الفعل في المصدر على طول لا جبت جملة كاملة كاملة يعني إيه؟ يعني فيه فاعل فيه فاعل وبعدين فيه كمالة الجملة بص كده هنا كان سألنا نفس السؤال why do we exercise؟ قال لي to keep fit خلصت الجملة في تلات كلمات هنا because I want to keep fit علشان أنا عايز أحافظ على نفسي لائق بدنيا أدي جملة كاملة هو أدي الفرق بين فعل في المصدر وبين جملة كاملة جملة كاملة يعني فاعل يعني فاعل يعني مفعول I want to keep fit do we get milk from ducks؟ ده بيسأل هل نحصل على الحليب من البط؟ قالت له no we don't لا طبعا ما بنحصلش عليه من البط do we get wool from sheep؟ وسألته سؤال هل نحصل على الصوف من الخرفان؟ قال لها yes we do يبقى لما أسأل بدو في حالة الإجاب هقول yes لما أجاوب بيه نعم هقول yes وبرضو هستعمل نفس الفعل اللي اتسألت بيه سأل بدو جاوب بدو خلاص لما سألت بدو هو رد عليها بدو yes we do طيب هنفي يبقى هنفي حط in اختصار كلمة not do not تبقى don't مرة واحدة بشيل الأو وحط الأبوسترو يبقى yes we do no we don't تمام كده؟ هنا بيقول لي شوية جمل كده we get eggs and meat from chickens بنحصل على البيض واللحم من الدجاج we get wall and milk from sheep بنحصل على الصوف والحليب من الخرفان we get meat and milk from cows بنحصل على اللحم والحليب من الأبقار we get wall نحصل على الصوف milk والحليب and meat واللحم from goats من الأغنام الجمل دي تعيد قرائتها كزا مرة لغاية ما تفهمها كويس وتعرف تقولها الوحبة the exercises on lesson one تمارين على الدرس الأول هنوصل العمود A بالعمود B we get milk did you go to a museum we went on a school do we get wall from sheep النحية الثانية no we haven't yes we do from cows no we didn't trip yesterday نفس الكلام هنا تمام؟ التدريب الثاني بيقول لي mark the correct answer the duck has got wings كلام ده صح ولا خطأ we get eggs from goats كلام ده برضو صح أم خطأ we went to the farm بص كده في الصورة وانت تفهم الإجابة صح ولا لا we get meat from cows we cycle to school to keep fat بعد كده هتكمل الكلمات farm animals horse donkey cow sheep goat fish duck chicken rabbit wall تمام؟ برضو تكملة للسؤال اللي فات meat eggs milk choose we get eggs ولا wall ولا juice from sheep number two why ولا what ولا who do we go to the library اللي السبب to read books number three have do are we get milk from ducks number four we get eggs from rabbits ولا goats ولا chickens number five we exercise because ولا so ولا to keep fat we get meat or wall or eggs from cows we get eggs cheese meat from milk why do we tidy up so too because keep our house tidy number nine the sheep ولا goat ولا duck has got wings and feathers number ten the fish ولا chicken ولا rabbit lives in water بعدين بيقول read unmark true falls we went to the farm to see animals we learned about animals products we get lots of things from animals we get wall and milk from sheep we get eggs and meat from chickens we get meat and milk from cows we get wall milk and meat from goats بعدين نشوف الأسئلة دي صح أم خطأ هنا number six الكلمات cow duck fish rabbit بيقول لك هنا التعريف وانت تكمل يا ترى هو بتكلم عن اين it's small هي صغيرة أو هو صغير it has four short legs عندها أربع رجول صغيرة وصيرة it has ears عندها ودان يا ترى هي أي واحدة من دول it's big it has four legs it eats grass تأكل الحشائش أو العشاب it's small صغيرة it has wings feathers and a beak it can fly تقدر تطير it's small it lives in water it swims it doesn't have arms or legs يا ترى هي number seven جايب لك تكملة لجومة دي go swimming play basketball see the overseas learn about animals have lunch visit the museum وهنا هتكمل الفعل والمفعول بتاعه من فوق we went to the sports center too احنا بنروح للسポート center علشان نعمل ايه تمام دور على النشاط الانفع يتعمل هنا شوف الاكتيفيت دا هيكون ايه we went to the farm علشان we went to cairo we went to the restaurant we went to the beach we went to the desert الصحراء reorder and write هرت بالجمل دي fat exercise do to get we plastic we recycle the environment to look after to buy the supermarket go to we food the library we box visit to read تمام اسئلة كتيرة هيك يعني هتفضل تكتب في الواجب لغاية ما تزهر بعد كده number nine بيقول لي play with a friend العب مع صديق it's small it has got wings and feathers it likes sweater يا ترى ايه هي قال لها it's a duck نفس الموضوع ده هتعمله مع اي حد في البيت هو يوصف لك الحاجة وانت تقوله it's a وتقول اسم الحيوان او الطائر number ten look at the pictures and write the missing parts بص على الصورة وكمل الجزء النوع we get تكتب اسم الحاجة دي we get eggs from chickens the a has got wings طبعا هتكتب the duck وهكذا we get from milk تكتب cheese the is small the rabbit the horse is a big animal we get meat from goats طبعا مطلوب منك تكتب الكلمات اللي انا قلتها دي بعدين copy بخط جميل we went on a school trap شايف الكتاب واخد لك مسافة هو بين كل كلمة والتانية علشان يقول لك لازم تخلي بالك من المسافات وكمان تخلي بالك من ارتفاع الحروف الحروف اللي هتوصل لخط السماء بتطلع يعني فوق السطرين دولة حرف ال W وحرف ال H تمام اما الحرف اللي هينزل لتحت الخط الدودة اللي هو حرف ال P بقى الحروف وسط السطرين مع ده ال T اللي زي دي ودي كده بتطلع سنة صغيرة فوق الخط ده تمام نتقابل ان شاء الله في مع تحياتي ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته